طبعاً وإحنا لسه في إطار الصحة بنتكلم عن مبادرة أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزار وزير الصحة أطلقها بناء على توجيهات السيد الرئيس بإطلاق حملة قومية موسعة للقضاء على فيروس سي في 2020 أو 2020 معنا عبر الهاتف الدكتور مجاهد دكتور مجاهد متحدث الرسمي باسم وزارة الصحة دكتور خالد صباح خير يا فندر صباح الفل على حضرتك يا فندر عايزة عرف من حضرتك تفاصيل المبادرة يا فندر يعني خليني أوضح حضرتك طبعاً دي مبادرة سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي واعلان مصر كلام فيروس سي عشرين عشرين إن شاء الله احنا كان عندنا برنامج بعد ما نجحنا في علاج الحمد لله ميليون ونص مواطن وبرنامج المسح الطب الشامل عشان أوصل لي الناس اللي عندها فيروس سي انا اصبح ما عنديش قائم انتظار اصبح ما عنديش مرضى بيتقدمه علشان ياخدوا علاج لجنة الفيروسات الكبدية الحمد لله مهاردة بقيت بعمل مسح طبي الحمد لله مسح طبي شامل لكل الجمهورية عشان اقدر اعرف مين المصاب واقدر اديله عليك تمام الحقيقة احنا نجحنا في ان احنا نعمل مسح الخمسة مليون مواطن حتى الان احنا فيه توجيهات من سيد الرئيس بالانتهاء من فيروس سي تماماً خلال عشرين عشرين واعلام مصر خلال فيروس سي عشان نعمل كده كان لازم يتم عمل حاملة قومية موسعة في المسح الطبي وعلاج فيروس سي الحملة دي بتستهدف ان انا كل عام انتهي من مسح وعلاج خمستاشر مليون مواطن الكلام ده على ثلاث اعوام وبالتالي اقدر اعلم مصر خلال فيروس سي عشرين عشرين ان شاء الله الحملة دي تم اطلاقها اليوم بدأت في سبعتاشر محافظة بالتوازي عبارة عن قوافل طبية سيارات القوافل الطبية بتوجه للمحافظات بالفعل بدأت دلوقتي في سبعتاشر محافظة استيارات القوافل الطبية بيتم اجراء فيها مسح طب الشامل عبارة عن تحليل التحليل ده بتطلع ناتيكتو ايجابية ده تحليل مبدئي فيه تحليل تأكيد اللي هو البي سي ار بيتم عمله لو جاء ناتيكتو او جاءت ناتيكتو اه تحليل اولاني لو بيؤكد حاجة يبقى نروح للتحليل التاني بالزبط يا فعند ان ده تحليل مبدئي والبي سي ار تحليل تأكيدي يؤكد ايجابية الاصابة لو بتأكدنا من ايجابية الاصابة على طول المواطن بيحصل على الدواء اللي هو السوفالدي والدكلنزا من نفس السيارة يعني السيارة دي فيها الادوية ياخدت ملت جرعات الخاصين دي بالمجان من نفس السيارة في نفس التوقيت وبالتالي وده في نفس اليوم وبالتالي بقنا ان شاء الله السبعتاشر المحافظة دول ما فهمش يعني مش كل محافظة فيها مكان تمركز واحد لأ احنا عندنا على سبيل المحافظة القاهرة وليس الحظ طبعا فيها أربع أماكن في عين شمس في مدينة السلام تالت في مركز شباب سالة تالت في مدينة السلام في منطقة الشرابية يعني كل محافظة متاح يا فندم على الإنترنت دكتور خالد متاح الناس تدخل تعرف مثلا الأماكن فين ويتم الإعلان عنها عشان استمرارية الموضوع الحقيقة الحملة دي بدأت اليوم هتستمر لثلاثين يوم النهاردة إن شاء الله هيكون فيه على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة الأماكن اللي فيها سهرات القوافل على مستوى السبعتاشر المحافظة وعندنا خط ساخن اللي هو ستتاشر أربع سبع أربع لو فيه حد عايز يستفسر عن مكان القوافل على طول بيتصل فينا وبينوكيهه لمكان سهرات القوافل اللي موجودة فيها كل الإمكانيات خليني أقول لحضرتك إن احنا وده طبعا بدعم سيد رئيس إحنا كان عندنا الحاجات للأدوات اللي تستخدم في التحليل اسمها الكواشف الكواشف دي موجودة عندنا على مستوى المدريات كل مدرية عندها الكواشف الخاصة بيها ولكن احنا عندنا سنخزن الوزارة النهاردة صباحا خرج من سنخزن الوزارة 2 مليون ونصف كاشف لإجراء التحليل كدعم للـ 17 محافظة اللي بيتم فيهم إجراء التحليل دي وطبعا الحملة دي أطلاقاتها وزارة الصحة بتعاون مع تحيا مصر وبتعاون مع مشاخة الأزهر وبدعم السيد الرئيس للانتهاء من فيروسين إن شاء الله هاشينا إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة و 17 محافظة والحملة هتكمل كمان على باقي المحافظات لمدة شهر المطلوب من سيادتك كمواطن مصري التوجه لما كان الحملة دي دوروا وشوفوا على الانترنت كل واحد المحافظة بتاعته فيها الأماكن الخاصة بالحملة دي القافلة هتكون واقفة فين العربية اللي فيها التحليل والعلاج وكل الكلام ده جاهزة بكل حاجة حضرتك كل المطلوب تعرف المكان وتروح ومعاك أفراد أسرتك تحلل في المكان ده وتعرف حضرتك مصاب بايروس سي ولا لا لو مصاب هيقولك النتيجة إن حضرتك مصاب وحيديك العلاج فورا ويكون فيه متابعة للموضوع دي حاجة بسيطة مش هتكلفنا حاجة لكن في النهاية هنوصل إن احنا هنكون ما عندناش المرض المقلق ده بالأبعاد بتاعته الكتيرة السيئة مصر إن شاء الله بإذن الله في سبيلها سنة 2020 هيكون مصر خالية تماما من فيروس سي وطبعا بأكد على حضرتكم إن دايما الوقاية خير من العين